تتكشف فصول وخفايا تهريب النفط التحدي الأكبر الذي يواجه العراق لاعتماد اقتصاده على الريع من الانتاج النفطي في هبة أثارها حراك حكومي وقضائي في آن معا في الساعات الأخيرة الماضية وعلى وجه متسارع أصدر القضاء العراقي حكمه في قضية أكبر شبكة تهريب للنفط في البصرة سيما بأن من بين المتهمين ضباط ساهموا في عمليات تهريب نفط ومشتقاته من خلال عمليات ثقب وتخريب لأنابيب نفطية أحكام القضاء بالسجن 15 سنة بحق 10 متهمين من ضمنهم مدير شرطة الطاقة السابق تأتي بما وصفها خبراء بالضربة القاسمة لقضية تضرب الاقتصاد العراقي واتباعا انفردت وكالة الأنباء الرسمية بنشر أسماء المتهمين بتهريب النفط والأحكام الصادرة بحقهم والتي كشفت فيها ضلوع ضباط ومسؤولين بالتهريب محللنا وصفوا الخطوة الحكومية وعقوبات القضاء بالإنجاز الوطني المهم في حال حققت الحكومة وعودها بالوقوف في وجه المهربين والمتجاوزين على المال العام قضية تستنزف بحسب خبراء من رصيد العراق الاقتصادي على يد شبكات تهريب كبيرة في البصرة على وجه الخصوص كتلك التي أطيح بها في العام الماضي على يد جهاز الأمن الوطني والتي كانت تهرب كميات النفطية تقدر بـ 75 مليون لتر شهريا تحد يقرأه ناشطون بمثابة الاختبار الحقيقي لحكومة السوداني بتحقيق وعودها بوقف التجاوز على المال العام بمواجهة تشبه عملية الدخول في عش الدبابير سيما أن حكومات متعاقبة وعدت بإنهاء ملف التهريب دون نتيجة أي ما يتطلب وجود إرادة حقيقية للوقوف بوجه متنفذين وعصابات تهريب ضالعة في سرقة النفط العراقي وضاربة هيبة الدولة واقتصادها وسيادتها عرض الحائط منذ زمن بعيد